ولاحظ الحمد لله الان هي في ارباح الان على ربح 96 دولار بها الفيديو رح اشرح لك استراتيجية كيف تربح 100 دولار باليوم على منصة اكسنس المنصة اللي بستعملها انه للتداول سواء فوريكس او عملات رقمية بيتكوين و ايسيريوم تحديدا المنصة هاي عن طريق تسجيلك برابط احالتنا رح تحصل على خصم من رسوم التداول وايضا رح تحصل على توصيات مجانية من خلال تسجيلك برابط احالتنا ووضع رمز الشريك عبدو عبدو اسفل بريد الالكتروني و اسفل كلمة تسر قبل ما نبدأ الاستراتيجية خليني اعطيك نظرة سريعة عن احصائية حسابي احصائية اخر 3 شهور المتداول الحقيقي هو القادر على المحافظة على الربح خلال 3 شهور كاملة حساب حقيقي الحساب بينتهي اخرته ب16 هذا هو الحساب يلي اخرته 16 بفضل من الله اخر 7 ايام ربح 500 دولار اخر 30 يوم عندي ربح 1500 دولار طبعا هذا صافي الربح في خسارات بالحساب لكن صافي الربح ايضا اخر 90 يوم 3000 دولار بفضل من الله احدى الحسابات انا يلي فاتحها و عبدو داول فيها اذا حد تحصل على توصيات مجانية كل يلي عليك الانضمام عن طريق رابط احالتنا شرح الاستراتيجية رح نستعمل فيها منصة اكسنس لانه بتقدر تضيف انت اكتر من مؤشرين تريندك ديوب تضيف مؤشرين فقط رح نستعمل تلك مؤشرات المؤشرات يلي رح نضيفها اولا رح نضيف اي ام اي رح نضيفه مرتين رح يلزمنا مرتين اول مرة رح نعدل اعدادات الخاصة فيه رح نحط اول اعداد هو 200 بعدها رح نحط النمط رح نخليه باللون الاحمر اذا moving average 200 رح نخليه باللون الاحمر ورح نزيد السماكة من خاصة بال moving average بعدها الثاني رح نعدله ورح نخليه 50 مهم جدا نتعلم ترابط البحث عن ترابط بالفريمات على الشارت رح نحط هذا اصفر وبعدها رح نخلي ايضا اسمك الخط وهيك صار عندنا الاصفر 50 والاحمر عندنا 200 هلا انا اذا صفقتي على فريم الخمسة عشر دقيقة لازم انتظر تأكيد الصعود على فريم الساعة واذا انا صفقتي على الخمس دقائق لازم انتظر تأكيد الصعود على الخمسة عشر دقيقة ترابط بين الفريمات مهم جدا صفقتي انا على الخمس دقائق رح انتظر انا تأكيد الايجابي على الخمسة عشر دقيقة ولاحظ أنا عندي حاليا تأكيد الإيجابية على الخمسة عشر دقيقة هو صعود الموفينج أفرج خمسين على موفينج أفرج ميتين وهذا اللي خلاني أخذ صفقتي حاليا صفقتي أنا حاليا على ربح هذا هو متوسط دخولي بعد ما شفت أنا الإيجابية على فريم الخمسة عشر دقيقة ودخلت أنا الصفقة على فريم الخمس دقائق رح خبرك أنا شو هي استراتيجيتي رح ضيف المؤشر الثالث يلي هو RSI مؤشر قوة نسبية على فريم الخمس دقائق أنا عطاني دخول مؤشر قوة نسبية عطاني دخول هو عند منطقة الثلاثين عند زروة البيع بعد ما أخذ تأكيد إشارة إيجابية على فريم الخمسة عشر دقيقة لأنه برجع بذكرك أنا عبضارب على فريم الخمس دقائق بحاجة لتأكيد على الخمسة عشر دقيقة أما إذا كنت عبضارب أنا على فريم الخمسة عشر دقيقة صفقتي طويلة شوي أنا بحاجة لتأكيد على فريم الساعة لاحظ على فريم الساعة لسا ما صار عندي تأكيد فريم الساعة لازم هذا موفينج الخمسين يصعد أعلى موفينج الميتين وهيك أنا من الجيد أني أبحث على فرص دخول فرص شراء في البيتكوين لاحظ أنا عندي صفقتي حاليا على ربح ستين دولار رح فكر أنا سكر الصفقة أو ممكن حول الستوبلوز لدخولي إذا بحط أنا على الخمس دقائق دخلت أنا لما صار عندي الأرئيس آي زروة البيع وبعد ما أخد تأكيد من الخمسة عشر دقيقة طب شو الاستراتيجية اللي استعملتها طبعا من الأفضل أنت تنتظر تأكيد على فريم الساعة لكن أنا دخلت الصفقة بناء على التأكيد الخمسة عشر دقيقة وبالعادة فريم الخمسة عشر دقيقة بيكون الصفقات في أعلى مخاطرة إذن أنا دخلت لحتى تصور الفيديو لكن بتمني منك تنتظر تأكيدات على فريم الساعة الأمر رح يكون أسهل يعني مثلا إذا منشوف النفط وإذا منضيف عليه الاي ام اي خمسين والاي ام اي ميتين منشوف أنه في حالة صعود قوية لاحظ على فريم الساعة أنا ضربت على النفط بمجموعتنا التوصيات وأيضا ضربت عليه بشكل شخصي لاحظ على فريم الساعة عاطيني موجة إيجابية قوية أول ما اخترقنا هاي المنطقة دخلت أنا على فريم الخمسة عشر دقيقة وأخذت فرص صعود كان عندي فرصة صعود من هالمنطقة عندي فرصة صعود من هالمنطقة استراتيجية إدارة المخاطر اللي بستعملها لاحظ صفقة النفط يلي أنا أثناء تسجيل هذا الفيديو دخلتها بناء على التأكيد على الخمسة عشر دقيقة ولاحظ الحمد لله الآن هي في أرباح الآن على ربح ستة وتسعين دولار الاستراتيجية اللي بستعملها أنا إدارة المخاطر اللي بستعملها أنا بغامر بكل صفقة حتى لو كان عندي التأكيد للصعود بغامر أنا بكل صفقة بواحد بالمية فقط من رأس مالي يعني الستوب لوس بيكون واحد بالمية خليني شوف كيف بدي أحسب أنا الستوب لوس أنا رأس مالي 4600 إذا قررت أنا خاطر بواحد بالمية كيف رح أعرف كامل واحد بالمية بتساوي من رصيدي الواحد أصدقاء أنا إذا خاطرت بواحد بالمية رح حط واحد إذا خاطرت باثنين بالمية رح حط اثنين واحد رح قسمه على مية بعدها رح يساوي عندي الرقم هذا الرقم هذا رح أضربه برأس مالي ضرب 4600 دولار هيك أنا رح خاطر بالصفقة بـ 46 دولار يعني أنا مجرد ما دخلت هالصفقة بمناطق الـ 61300 هلأ أنا إذا حطيت صفقة شيراء فتحت الأوامر معلقة حطيت صفقة شيراء في هالمنطقة هاي أنا بقدر بفتح إيقاف الخسارة وبشوف أنا كم أنا رح أخسر عند الستوب لوس يعني أنا عندي الستوب لوس حددته أنا تقريبا 61 ألف رح حط أنا 61 ألف ورح شوف كم رح تكون خسارتي خسارتي رح تكون عند الـ 61 ألف تقريبا 3 دولار هيك أنا رح أرفع اللوت ورح تكون خسارتي 6 تسعة رح تضل أرفع اللوت لحتى أنا خاطر فقط بـ 47 دولار بالنسبة لحسابي إذن هاي 42 دولار مخاطرة معقولة جدا بالنسبة للستوب لوس وهيك أنا من قبل ما أدخل الصفقة بعرف أني رح أدخل بها المنطقة وإذا وصل السعر للـ 61 ألف أنا رح أخرج عند وقف الخسارة إغلاق أسفل 61 ألف أنا رح أخرج على خسارة 42 دولار أنا عارف عن فتح الصفقة عارف أنه خسارتي رح تكون 1% فقط من قيمة رأس مالي هيك أنا رح أتجنب الهبوط المفاجئة رح أتجنب أنا أيضا الإشارات الكاذبة بالتأكيد المؤشرات رح تعطيني إشارات كاذبة لكن أنا بمجرد وضع الهدف ضعفين وقف الخسارة أنا إذا ربحت 5 صفقات وإذا خسرت 5 صفقات بالمحصة لآخر اليوم رح أطلع رابح أقل شي 100 دولار إذا رأس مالك طبعا أكتر من 2000 دولار قادر على عمل هالرقم هذا أتمنى تكون وصلت الفكرة أصدقاء رح يعطيك إشارات كاذبة لكن لما يكون وقف الخسارة مدروس جدا وعرف أنت كم رح تخاطر برأس مالك ولما تكون الصفقات الرابحة ضعفين وقف الخسارة هيك أنت رح تطلع بمحصري قوية جدا إشارات الدخول بالصفقة إذا بتدخل أنت على فريم 15 دقيقة لازم يكون عندك موفينج الخمسين على موفينج الميتين وأيضا لازم يكون عندك الار اس اي على الفريم الصغير أيضا عند مناطق 30 حتى تحكي عن إشارة دخول بالصفقة إذا أنت بتدخل على فريم الخمس دقيقة بتنتظر تأكيدات على 15 دقيقة وإذا بتدخل أنت على 15 دقيقة تنتظر أنت تأكيدات الإيجابية على فريم الساعة هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن أرعجبكم إذا حابين تحصلوا على توصيات مجانية رابط منصة اكسينس رح تشوفه بالوصف ورح تشوفه بأول تعليق سلام